فازت الدكتورة السعودية ياسمين التويجري بجازة التمييز المرأة العربية في المجال الطبي من جامعة الدول العربية حيث تم منحة الجائزة نظر ما قدمته من جهود خلال عام 2020 كما تشغل الدكتورة ياسمين منصبا رفيعا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض فهي كبير الباحثين ورئيس مركز البحوث الوبائية بالمركز كما أنها تشغل منصب طبيب زائر في جامعة هارفورد وتنظم إليه في الستيديو رئيسة مركز البحوث الوبائية في مستشفى الملك فيصل التخصصي دكتورة ياسمين التويجري مرحبا دكتورة ياسمين مرحبا أهلا وسلم نبريك لك حصولك جائزة التمييز المرأة العربية بجامعة الدول العربية حدثيني عن الجائزة وما قيمة الجائزة لك شكرا لك الجائزة يعني أنا جدا سعيدة وفخورة أني حصلت على الجائزة طبعا في البداية أشكر حكومة المملكة العربية السعودية اللي رشحتني لهذه الجائزة أشكر لجنة التحكيم اللي اختارتني لأنا لهذه الجائزة واعتبرها أنا تقريبا نوع من التقدير لكل الأبحاث والجهود اللي بيقوم فيها القطاع الصحي بالمملكة العربية خصوصا اللي بيعملوا بالقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا فإن شاء الله هذه الجائزة تمثل تقدير لجميع التحكيمات طيب أنت دعمتي مبادرات عديدة ومنها المبادرات مكافحة السمنة بين أفراد المجتمع إلى أين وصلت مكافحة السمنة لدينا بالمملكة؟ صحيح أننا عملنا بأبحاث عن السمنة خصوصا بين الأطفال بالسعودية ولقينا أنه فيه نسبة عالية ومرتفعة الحمد لله الحين وجدنا أنه فيه كثير مبادرات تم تفعيدها سواء مبادرات من وزارة الصحة أو من وزارة الرياضة برنامج الرياضة للجميع إدخال الرياضة ضمن المدارس البنات كل هذه المبادرات ستساعد على مكافحة هذا الوباء إن شاء الله إن شاء الله طيب هناك تعاون بينكم بين جامعة هارفود ومظمة الصحة العالمية حدثين عن هذا التعاون صحيح بدأ التعاون معهم قبل تقريبا عشر سنوات علشان بدأنا نشتغل على موضوع مكافحة وباء الأمراض أو الإضطرابات النفسية في العالم كله وجونا هنا للسعودية علشان نشتغل على بحث مخصص للسعودية فمن وقته وإحنا نشتغل والحمد لله نجح المشروع خرجنا بالنتائج وأعلناها وإن شاء الله رح تؤدي إدى مبادرات جديدة بإذن الله طيب الأبحاث العالمية بشكل عام عالميا أن تكون تكلفتها عالية ولكن عند تنفيذها تكون الدول تدفع مبالغ طائلة في تنفيذها ما السبب؟ فعلا لأن كل دول العالم أخصوصا لدول لإقتصادها قوي تحرص كثير على أن تستثمر في الإبحاث والابتكار والتطوير تنافس شديد بين الدول على هذا الشيء لأنها تؤدي إلى اقتصاد أقوى انتاجية أكبر ونجاح أكبر للدول طيب بعد انتهاء من بحث يعني علم معين ما الجهة أو الفئة التي رح تنفذ هذا البحث؟ هذا السؤال ممتاز فلما نخلص من البحث نحن نريد أن نشر المعلومات لكن المعلومات ننشرها بطريقة مختلفة بناء على الجهة التي ستستفيد منها فأولا زملائنا الأطباء ننشرها بالأبحاث المجالات العلمية المتخذي القرار ننشرها لهم بطرق تقارير علمية أيضا وأيضا أفراد المجتمع نحاول لنا ننشر لهم المعلومات بطريقة سهلة عليهم منهم يستوعبونها وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز رئيسة مركز البحث روبائية في مستشفى مالك في ستخصي الدكتورة ياسمين تويجي شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك